نفى المركز الأعلمي لمجلس الوزراء ما تم تدوله في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي يستدل منها على تخوف من دخول مصر في موجات وبائية جديدة وحضرت منها منظمة الصحة العالمية نتيجة توقف العمل في مختبر للصحة العامة بإحدى دول المنطقة قام المركز الأعلمي بالتواصل مع وزارة الصحة التي نفت بدورها ما جاء بالمنشورة وأكدت الوزارة أن تلك المنشورات غير صحيحة ولا تمت للواقع بأية صلة مشددة على أن الوضع الصحي في مصر مطمئن ومستقر تماما ولا توجد أي أمراض وبائية بأي محافظة من المحافظات على مستوى الجمهورية مشيرة إلى امتلاك مصر برنامج ترصد وتقصي للأمراض الوبائية يعمل بشكل فعل في الاكتشاف والرصد المبكر لأية أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل البلاد مع تطبيق كافة التدابير الاحترازية بالمطارات والمواني المصرية لمنع تسرب أي مرض عبر القادمين من الدول التي بها مناطق موبؤة كما أشارت الوزارة إلى أن المدير الإقلامي لمنظمة الصحة العالمية قد أعلن أن تقييم المخاطر الناتجة عن سوء التعامل المباشر مع العينات في المختبر المذكور هي ضعيفة جدا ترجمة نانسي قنقر